والله شوفوا لا والله يعني أنا بقول الصراحة يمكن هذي لأول مرة أقولها وصراحة واحد باقني رقب مسلسل بلشتي واحد باقي شقة عمري كله شقة عمري 37 سنة يعني تحويله جذيه خذهم كلهم عرفتي وهم مليونير وتاجر ومعروف وعضوا سابق وعنده خير بس طمع يعني عضو مجلس أمة باقيك سابق اي عضو مجلس أمة سابق والحين بالسجن يعني الحمد لله يعني يقول الكباري أنا ممسوي شي بالعكس أنا والله أنت ممسوي شي شون قاعد بالسجن وقاعد يمددون لك أكيد أنت بايق نص أهل الكويت حين أنا ما طالب بفلوس أطالب بفلوس أهل الكويت كلهم اللي بايقهم هذا يعني يعني تعبوا أنا ما تمو سلسل معشتهم يعني بس قالت يعني فيه بالعباء يعني سابق أترو فكرف وقعد نحن بالسجن هذي خطة وهو مجرم بطريقة شفتي البلشتي انا سويت 30 بوغة بس مثل هذا ما قدرت اوصل يعني لو بوغة مثل هذا ما قدرت اوصل محترف هقيت هقيت السلفة تصيرت والله لا والله والله ما هقيت لان انسان مصلي مسمي ما ادري لبس عباية البصلين حتى الان بسجن تريئم فيهم بالسجن هذا يعني ايضا منك تنبيه للجمهور والناس يعني وزه الله خير الف زه الله خير خالد ناصر رضان وزير معالي وزير التجارة وقف معرض العقار هذا معرض العقار اللي كانوا يسوونه هذا كله بوق نص اهل الكويت ما بيوقين منه اللي كان يسوونه بساس صال الله ثلاث سنوات اذا كالله خير يا ابو ناصر موقف يوجه له تحية وقولك اللي عم انت بخير انت واسرتك الكريمة بس مشيت في الموضوع كأن الامر حقيقي يعني فيه اوراق يعني الامور انه يعني مو فيه امور واضحة ايه امور طبعا واضحة وهو معترف ودازي مسجات ان انا لاي فلوسك بردهم لك بس الكلام اللي يقوله لي يقوله حق الكل يعني عرفته ايه يعني نفس الكلام يقوله والحين قاعد يشيعون مكتبه وناس من جماعته انه هو مبيوق مو هو اللي بايق رفعت قضية عليه ايه رفعت قضية طبعا شونه شكاعم واللي قال لي رفعت قضية ترى انا مبغيت ارفع قضية بس اللي قال لي عبدالعزيز مسلم موجه له تحية الفنان عبدالله عبدالله ترى رحنا للبيت رحنا ديوانهم ورح تحق اخوانه ورح تحق اهلا وعندهم خيء يعني ما يقوله على الفقار فيه ناس ترى ماخدين قروض فيه ناس عندهم معاقين فيه ناس كده يعني فيه فنانين بعت يعني شمالهم النصب عليهم او انه ولانت من كيفك رحت لا فيه انا مكيف من خلال واحد صديق يعني قال لي انه هذا عنده تجارة وعنده عقارات وعنده كده فاخذنا منه يعني وهو يعني تلاعب على مو عليانا على الكل انا شون طافت علي ما ادري يعني يعني هذي طبعا يوم دريك بعد ثلاثة ايام حسيت بالالم وحسيت بالتعب وبالارهاق يعني صدمة ايوه ان هاي فلوس عيالي حرام يعني فلوس عيالي قاعدت انا وشكيان فيهم وشكيان فيهم وانا لا ورث والله دينار ما ورث لا دينار ولا ورث تعبت يعني بشغلي اشتغلت كل شيء يعني كل الاعمال اللي قدمتها حاولت اوفر منها حق عيالي او استثمر بشغلة للمستقبل يعني ايه صادجو يعني الواحد والله